السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا لها يوم الخميس تسعة أيار مايو القمر طبعا الآن موعد بث الحلقة اللي هو مساء يوم الثلال الأربعاء ما زال موجود هو في برج الثور في ساعات منتصف الليل رح ينتقل لبرج الجوزاء ورح يظل موجود القمر في برج الجوزاء لغاية الساعة ثلاثة وثلاثة عشر دقيقة من صباح يوم السبت القمر زي ما حكينا الآن هو موجود في منزلة الهقعة هي منزلة سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع مثل استخراج السموم والأعمال والأسحار وغيرها ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة ستة واربع وثلاثين دقيقة من صباح اليوم الخميس لا ينتقل بعدها لمنزلة الهنعة وهي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبول طبعا القمر زي ما ذكرنا في حلقة يوم الأمس أنه في خلو مسار خلو المسار رح يبدأ مساء الأربعة اللي هو موعد بث الحلقة الساعة تسعة واربع وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش لا ينتقل يعني قرابة منتصف الليل بيبدأ خلو المسار وبيستمر لغاية الساعة احداش وتسعة عشر دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني بينتقل وبيستقر في برج الجوزاء تقريبا بتوقيت الأردن الساعة ثنتين وثلث فجرا فعشان هيك الحلقة رح نذكر فيها أن القمر انتقل تماما يعني حلقة الأمس وحلقة اليوم بيذكر تأثيرات الانتقال والأبراج لوين رح أهم الأشياء اللي ركزوا عليها فإذن فترة خلو المسار هي من الساعة تسعة واربع وخمسين دقيقة مساء الأربعاء وبتستمر لغاية الساعة احداش وتسعة عشر دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش من مساء اليوم الأربعاء اللي هو موعد بث الحلقة هذه الفترة زي ما دائما نحكي فترة لا تصلح للبدء بأي شيء جديد أو عمل جديد مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بالإكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة احداش وتسعة عشر دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش القمر خلاص بيستقرب في برج الجوزاء إذن حلقتنا رح تكون اليوم يعنو في برج الجوزاء رح يكون طيلة هذا اليوم فخلال هذا اليوم منشعر بالنشاط والرغبة في الانطلاق والتحرك في شتى المجالات وفي جميع الاتجاهات صحيح أنها بتتقلب أفكارنا وأفعالنا وأقوالنا أكثر من المعتاد بسبب تواجد القمر في برج الجوزاء وبيكون من الصعب تصديق كل وعد أو كلمة تقال علينا إكمال أعمالنا واتصالاتنا وما إلى ذلك وأن لا نشغل أنفسنا في أمور غير مجدية يمكننا أيضا أخذ دورات جديدة أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لنادي بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا عندنا زاويتين اليوم الزاوية الأولى هي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون الساعة 22 و 52 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش متعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة تمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التسديث إيجابية بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية رح تكون الساعة 10 و 47 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش متلح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر بتزيد من شجاعتنا وحماسنا وهو الوقت المناسب للدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيام بخطوات مهمة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل أشياء يعني تأذي هاي الأطراف أو أنه نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها الكتفين والذراعين واليدين الجهاز التنفسي وأنابيب الشعب الهوائية والرياتين والوصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي والحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل هاي الأعضاء هي الأكثر حساسية وإذا شعرنا بأي شيء غير اعتيادي ما نستهين في الموضوع والراجع الطبيب بالنسبة لهذا اليوم طبعا يوصى بإجراء العمليات الجراحية ما في أي مشاكل أيضا هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه استقر في برج الجوزاء خلو المسار القادم رح يكون الساعة 1.54 دقيقة صباحا من صباح يوم السبت بتوقيت جرينج ورح يستمر حتى تمام الساعة 3.13 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال الجديد عمره يوم في تمام الساعة 3.21 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بصير يومين أو بيبدأ باليوم الثاني نسبة الإضاءة 4% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم 20.05 سعيد بنسبة 70% القمر في الجوزاء حتى يوم 11.05 سعيد بنسبة 45% الآن ساعة الفجر سعيد بنسبة 70% ساعة الصباح سعيد بنسبة 30% ساعة العصر سعيد بنسبة 5% أما في ساعة المساء فهو منتحس بنسبة 10% عطارد في الحمل حتى يوم 15.05 سعيد بنسبة 15% والزهرة في الثور حتى يوم 23.05 سعيد بنسبة 30% ولكن في ساعات المساء المتأخرة بصير منتحس بنسبة 10% المريخ في الحمل حتى يوم 9.06 منتحس بنسبة 25% المشتري في الثور حتى يوم 25.05 منتحس بنسبة 10% وزحل في الحوت حتى يوم 29.06 سعيد بنسبة 30% أورانوس في الثور حتى يوم 1.09 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 2.07 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلوب يتراجح حتى يوم 2.09 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل طبعا اليوم بتنشطه بالسفر والاتصالات وبالطالعك فترة حافلة بالواجبات والمسوليات على أنواعها فما تتهرب منها ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليونة والدبلوماسية في التفاوض اليوم عندك قدرة على الإقناع والحوار والنقاش أيضا فترة ممتازة للامتحانات والدراسة وأخذ الدورات والاهتمام بالسيارات والإلكترونيات أيضا وبتكثر عندك الزيارات والتنقلات برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور طبعا اليوم رح يكون التركيز على الأمور المالية فبتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم ممكن تحصل على بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات ردات، هبات، أهم شيء أنك تتجنب النفقات ممكن تقلق بشاء مصاريف لتصلحات أو لاستحقاقات مالية وحاول أنك تتجنب نزوات التسوق، قدر الإمكان، محاذر من تهديد الاستقرار المالي بالتقلبات يعني بمعنى آخر اليوم انشغلات ما رح تكون على المستوى المالي ومتنوعة بالنسبة لما وليد برج الجوزة طبعا اليوم أنتو عندكوا قدرة على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها طاقة عالية بما أنه القمر وصل لعندكم بتلامس انفراج وبترتفع معنوياتك بشكل ملحوظ وممكن يتواجه الواقع بمنطق وعزيمة وممكن تتلقى جواب هاي فترة بتوضح لك كثير من الأمور بانتظارك لقاء أو مرحلة جديدة أو خبر كنت بتنتظره في الأيام الماضية يعني بمعنى آخر الفرص ممتازة لازم تستغلها بكل طاقتك برج السرطان بالنسبة لمواليد برج السرطان طبعا القمر اليوم رح يوصل لبيت المتاعب فعشان هيك بتشعروا أنه التعب بدأينال منكم ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل انتبهوا كثير لغذائكم وراحتكم ابتعدوا عن الأجواء الصاخبة والمشحونة بالانفعلات والعصبية يعني بدها هدوء أعصاب وبدك كيكي شوية رواق ما بدها انفعلات وحاول أنك تأخذ قصة من الراحة حاذر من أنه بعض الأشخاص يوعدوك في شيء ما تعتمد كثير على وعودهم لأنه سهل جدا ما يوفوا بوعودهم وابتعد عن اتخاذ القرارات الحاسمة بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بتنشطوا اجتماعيا اليوم وبتلتقوا لأصدقاء وتعتبر هاي فترة مناسبة لطلب استشارة أو تأييد من أحد الأطراف أهم شيء اليوم يعني ما رح تقدر تنجز أعمالك بالكامل دون واسطة أو تدخل أحدهم أو مساعدة أحدهم لإلك فحاول أنك تستشير أهل الاختصاص أو تستعين بمعارفك أو أصدقائك بتطمئن مخاوفك وبتفرح لحملة تأييد أو دعم لقضيتك وبرضو حاول أنك ما تستسلم وتفاعل بالخير اليوم النشاط الاجتماعي اللي رح تستفيد منه برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بتكون تحافظوا على سمعتكم خلال هذا اليوم حاولوا أنك تحافظوا أيضا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وعلاقاتكم بالمسؤولين قدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرص تقدم كون على قدر المسؤولية وما تتردد بطلب رأي أو مساعدة من اللي يعني بعرفوا في المسائل أكثر منك دع خجلك جانبا وعبر عن آراءك بثقة وجراءة وحاول إنك تتجنب الكلام اللاذع وكون واضح بكلامك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا القمر رح يكون في موقع ممتاز بالنسبة لك ولكن الأجواء بحاجة لضبط الإنفعلات والتسرع جيدة الأجواء للدراسة للامتحنات للسفر للتنقلات لكل شيء حتى على المستوى الاجتماعي وهذه فترة حافلة بالنشاطات بكل المعاني وحاول إنك تبحث عن الحلول اللي بترضي الآخرين ممكن تضطر للتراجع عن موقف ما بتكثر عندك الانشغلات الإدارية وأيضا الاتصالات الخارجية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بتقدروا اليوم تركزوا على أمور الأموال المشتركة اللي بتتعلق في مال الزوج أو الزوجة أو بنك ضريبة تعمين وحاولوا إنك تدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة سارعوا لترتيب أوراقكم ملفاتكم وممكن تحتاج لخبرة أحدهم لإنقاذك من مشكلة أو من ورطة حاول إنك ما تبقى وحيد وشارك في كل النشاطات وبادر لتصحيح الأخطاء اليوم ممكن تحصل على بعض الأموال أو تسترد أموال بتعود لك ولكن برضو بدك تحذر من النصابين والمحتالين برج القوس بالنسبة لما وليد برج القوس طبعا بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفة القمر موجود مقابلكم تماما ممكن حتى على مستوى العلاقات الزوجية أو على علاقات العمل شركاء العمل هذه فترة شوي صعبة لأن طاقتك بتكون ضعيفة فعشان هيك بتحس بالهموم أكثر والمسؤوليات أكثر فممكن تعيش لحظات صعبة ومحرجة بتعاكسك الظروف وبتظهر بعض المعاكسات الكبيرة هذه فترة حاول أنك ما تخالف فيها القوانين وما تكون ساخر وما تكون عدائي يعني ما تسمح لفقدان السيطرة على الأعصاب إنها تحصل برج الجدي بالنسبة لما وليد برج الجدي طبعا بدكوا تواصلوا ما بداتهم به من عمل سابق وتنتبهوا لصحتكم وحذروا من التراجع الصحي القمر في البيت السادس يعني تركيز عمل وصحة فعشان هيك بدك تباكر لعملك وبرضو اترك مساحة للغير للتحرك ابعد عن المشاكل أو الخلافات أو سوء التفاهم ما بينك وبين زملائك بالعمل حاول إنك ما تلتي بالأعمال الغير مهمة يعني حاول إنك تنجز الأعمال المهمة والضرورية في وقتها عشان ما تتراكم الأعمال عندك باستطاعتك حسم الأمور لصالحك واتخاذ قرارات جريئة إذا كنت مستعد لذلك ولكن برضو انتبه لصحتك برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا اليوم من الأيام المميزة بالنسبة للكم فما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا ماليا وبتكثر عندكم التنقلات والزيارات أو الاتصالات وبتتحسن الأجواء نسبيا ممكن تعيش فرحة أو نجاح أو تمارس هواية أو ترفيه أو تجميل أو شيء يتعلق بالفن ولكنك ممكن تضطر لمساعدة أحد أولادك أو أحباك وممكن يفاجأك أحدهم بالوقوف لجانبك يعني الأجواء فيها كثير من المفاجآت خلال هذا اليوم فيها كثير من الأشياء السعيدة حاول أنك ما تفرض سلطتك على أحباك وكون مرن بالتعامل برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت طبعا اليوم بتنهمكوا بيمور إلها صلة بالبيت والعائلة بما أنه القمر موجود في البيت الرابع فالتركيز كله رح يكون على البيت وعلى العائلة على العقارات على التصليحات مشتريات ظروف اجتماعية عائلية أهم شيء أن نخصص وقت من وقتك لعائلتك لشؤونك الخاصة وما تتسرع في الحكم على الأمور وعلى الأشخاص ممكن تعاني من سوء تفاهم أو شك ممكن تظهر بعض الأعطال المنزلية أو المصاريف العائلية الطارئة بدك تكون جاهز لهذه الأمور كثير من موليد برج الحوت ممكن يكون عندهم مناسبات عائلية أو فرحة أو خبر يعني يعمل نوع من أنواع الفرح داخل بيوتهم هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر